بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء 1-2 معنا في لغة الإشارة لهذا اليوم صالح العوجان في البداية أعزائي الطلبة دعونا نستذكر ما تم دراسته في الدرس السابق بسم الله وعلى بركة الله في الدرس السابق المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية تطرقنا إلى الأهداف وذكرنا بأن تتعرف المياه الجوفية أن تبين أو تبين طريقة تكون المياه الجوفية أن تذكر أو تذكري أنواع الطبقات الحاملة للمياه أن توضح أو توضح أهم التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه في المملكة العربية السعودية أن تعدد أو تعددي مصادر المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية أن تلخص أو تلخص أهم مصادر التلوث للمياه الجوفية في مراجعة المفردات ذكرنا المياه الجوفية بأنها المياه الموجودة تحت سطح الأرض في مسام وفجوات الصخور في المفردات الجديدة تطرقنا في دروس سابق للطبقة المحصورة والطبقة غير المحصورة والطبقة المعلقة والماء الحفوري والماء الصهاري أما بالنسبة للفكرة الرئيسة المياه الجوفية إحدى أشكال الغلاف المائي الأرضي وهي المياه الموجودة تحت سطح الأرض في المسام والفجوات وتوجد في عدة أماكن في المملكة العربية السعودية في عملية الربط مع الحياة هل لحظت تدفق مياه الينابيع لمدة طويلة دون وجود أمطار مع العلم أن مياه الأمطار تسهم في تدفق مياه الينابيع لكن المصدر الأكبر لهذه المياه يأتي من تحت سطح الأرض في الدرس السابق التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه في المملكة تطرقنا لتكوين المنجور وذكرنا بأنه يظهر منكشف هذا التكوين إلى الغرب من جبال طويل غرب مدينة الرياض وتبلغ مساحة منكشفه حوالي 6500 كيلومتر وهو من العصر الترياسي العلوي في تكوين المنجور ذكرنا بأنه من الخزانات الجوفية المهمة ذات المياه الغزيرة في المملكة العربية السعودية بعد ذلك تطرقنا لتكوين البياض وذكرنا بأنه يمتد على شكل شريط هلالي من وادي الدواسر جنوبا حتى وادي العتش شمالا لمسافة 650 كيلومتر ويبرغ عرض منكشفه 50 كيلومتر في وادي الدواسر بعد ذلك تطرقنا لتكوين الوسيع وذكرنا بأنه يوجد منكشف الوسيع في شكل مقطع كامل في خشم الوسيع شمال وادي السهبا ويشكل متكون البياض والوسيع وحدة مائية واحدة بعد ذلك تطرقنا لتكوين أمرضما وذكرنا بأنه سمي بهذا الاسم نظرا لوجود خزانه أو لوجود جزئه العلوي في أبار أمرضما الواقع على بعد 65 كيلومتر شمال شرق الأرطوية أيضا ذكرنا في تكوين أمرضما بأنه يختلف سمكه من مكان لآخر ويبلغ حوالي 490 متر في المنطقة الشرقية بعد ذلك تطرقنا لتكوين الدمام وذكرنا بأنه يظهر حول قبة الدمام ويمتد 180 كيلومتر وتبلغ مساحة منكشفه 2000 كيلومتر وهو من عصر الأيوسين الأوسط أيضا في تكوين الدمام ذكرنا بأنه تتكون طبقات العلاء من الحجر الجيري والدونمايت المسامي بينما تتكون طبقة الخبر من الحجر الجيري والحجر الجيري المارلي بعد ذلك تطرقنا لتكوين النيوجين وتعد من التكوينات الهامة في منطقة الهفوف حيث يختزن كميات كبيرة من المياه وموضع مياه العيون والآبار في الأحساء تأتي من تكوين النيوجين بعد ذلك ذكرنا ثانيا التكوينات الثانوية الحاملة للماء وتعد مصدرا هاما للمياه على النطاق المحلي على الرغم من عدم وجود مياهها وكمياتها القليلة بعد ذلك تطرقنا للتكوينات المائية في الصخور البركاني وذكرنا بأنه يحتوي الجزء الغربي من الجزيرة العربية على عدة حقول من اللابات البركانية التي تسمى بالحرات بعد ذلك تطرقنا إلى التكوينات المائية في رواسب الوديان وذكرنا بأنه يوجد في صخور الدرع العربي العديد من الأودية المكونة من عدد كبير من الشعاب والأودية الفرعية في موضوعنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة المحافظة على المياه الجوفية في البداية أعزائي الطلبة دعونا نتساءل سويا أي الخزانات المائية أكثر عرضة للتلوث في المحافظة على المياه الجوفية تعد المياه العذبة موارد طبيعية نفيسة السبب في ذلك أعزائي الطلبة لأنها عنصر أساسي في الحياة ويعتمد عليها الإنسان بصورة كبيرة ولها استعمالات متعددة مثل الزراعة والصناعة وهناك بعض التغيرات التي تحدث لموارد المياه الجوفية فتؤدي إلى ظهور قضايا بيئية منها انخفاض مستوى المياه والخسف والتلوث وزيادة نسبة الأملاح بها أما بالنسبة لعملية الخسف أعزائي الطلبة ينتج عن الضخ الجائر للمياه الجوفية حدوث مشكلة أخرى هي هبوط اليابسة حيث يدعم حجم المياه الجوفية وزن التربة والرسوبيات والصخور التي تعلوها وعندما يقل ارتفاع منسوب الماء ينتقل وزن المواد التي تعلوه بالتدريج إلى حبيبات الخزان مما يؤدي إلى تراصها وخسف سطح اليابسة فوق الخزان أما بالنسبة للأملاح ليست جميع الملوثات مواد سامة أو ضارة بالصحة فعلى سبيل المثال أعزائي الطلبة يستخدم ملح الطعام في المائدة إلا أن وجوده في الماء بتراكيز عالية يجعل الماء غير صالح للشرب أيضا أعزائي الطلبة في المحافظة على المياه الجوفية يستنزف الاستعمال الجائر موارد المياه مما يؤدي إلى انخفاض مستواها كما ينتج عن الضخ الجائر للمياه الجوفية حدوث الخسف أي هو بطري اليابسة فوق سطح الخزان نلاحظ هنا بالنسبة للخزان الواضح معنا في الشكل قبل الضخ الجائر نلاحظ هنا بالنسبة للمياه المياه بعد عملية الضخ الجائر انخفض هنا المنسوب المياه الجوفية في الاستعمال الجائر إذا كان معدل الضخ يفوق معدل التغذية فعندئذ ينخفض مستوى التزويد بالمياه الجوفية ويهبط منسوب المياه كما هو واضح معنا هنا في هذا الشكل يحدث الضخ الجائر بسبب زيادة الطلب على المياه العذبة للاستعمالات الزراعية والمنزلية والصناعية حيث يؤدي إلى هبوط مستوى المياه العذبة في خزانات المياه الجوفية ومن أكثر في المحافظة على المياه الجوفية ومن أكثر الأخطار التي تهدد المياه الجوفية هو تلوثها وخاصة الخزانات الغير محصورة نلاحظ هنا عملية التلوث للخزانات الغير محصورة أما الخزانات المحصورة فلا تتأثر كثيرا بالتلوث المحلي لأنها محمية بطبقة عازلة نلاحظ هنا طبقة وهنا طبقة أخرى فبالتالي تعمل على حماية الخزانات المحصورة أيضا أعزائي الطلبة ومن مصادر تلوث المياه الجوفية مياه الصرف الصحي والمزارع ومكاب النفايات الأخرى كما هو واضح معنا في هذا الشكل عملية التلوث من خلال مياه الصرف الصحي وأيضا من المواد الكيميائية مثل عنصر الزرنيخ وكذلك التلوث بالأملاح أحد المخاطر الرئيسة التي تهدد مصادر المياه الجوفية وخصوصا في المناطق الشاطئية حيث تختلط المياه المالحة مع المياه العذبة ويحدث التلوث بعد ذلك دعونا نتعرف أعزائي الطلبة على عملية حماية لمواردنا المائية تعمل المملكة العربية السعودية على حماية مواردنا المائية بطرق مختلفة منها تقليل عمليات الضخ الجائر للمياه الجوفية المستخدمة في الري وإيجاد مصادر بديلة عنها باستخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها كذلك إقامة السدود لاستخدام مياهها في الري وفي الوقت نفسه لرفض المياه الجوفية بالمياه المترشحة منها كذلك عملية تقليل كميات الملوثات الواصلة إلى المياه الجوفية ومنها المخلفات الصناعية والأسمد الكيميائية والمبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة بعد ذلك أعزائي الطلبة دعونا نتعرف على جبل طويق كمعلم جيولوجي وترفيه في جبال طويق هي إحدى أشهر السلاسل الجبلية في مملكتنا الحبيبة وتمتد لما يقارب من 800 كم تقع جبال طويق في منطقة نجد من الزلفي شمالا وحتى مشارف وادي الدواسر والربع الخالي جنوبا على شكل قوس وأغلبه يتكون من الحجر الجيل كما تعرف بأنها مطل حافة العالم وتشبه تلك الموجودة في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا أعزائي الطلبة كان العرب يطلقون على جبل طويق اسم جبل العارض أو عارض اليمامة وبقي معروفا إلى اليوم كما ذكره كثير من الشعراء في قصائدهم مثل الشاعر الجاهلي عمرو بن كالثوم حين قال فأعرضت اليمامة وشمخرت كأسياف بأيدي مصلتين تشكل سلسلة جبال طويق أبرز المعالم الطبغرافية في الجزيرة العربية تسهر رؤيتها من الفضاء الخارجي وقد استوطنت القبائل قديما على جانبي جبل طويق وثم دلائل على وجود النشاط بشري فيها يعود إلى ما قبل التهريخ ويقع القسم الأوسط من هذه السلسلة الجبلية على بعد خمسين كيلو متر غربي الرياض يعتبر جبل طويق من أقدم الآثار في نجد منذ زمن طويل فالحفريات الأثرية العالمية الجارية اليوم تغوص عميقا لتكشف عن الكثير من التفاصيل المثيرة التي تتعلق بالهجرات الإنسانية القديمة وتؤكد وجود قرى قديمة على امتداد هذه الجبال يوجد أعلى قم محافة طويق قمة فريدة الشضية الواقعة شمال غرب مدينة الحريق في منطقة الرياض ويبلغ ارتفاعها نحو 1200 متر وتمتد العديد من الوديان الضيقة على جانب الجبل وأحد أهم هذه الأودية هو وادي حنيفة وتقى مجموعة من المدن في الجزء الأوسط منه بما في ذلك العاصمة السعودية الرياض كما وجدت العديد من المدن تاريخيا على جانبيها مثل السدير والوشم وقد ورد ذكر جبل طويق في موسوعة ياقوت الجغرافية للقرن الثالث عشر تحت اسم العارض ويعتبر أعزائي الطلبة مشروع القدية الذي سيقام في منطقة جبال طويق وجهة عالمية مميزة تضم أكثر التجارب ابتكارا وإثارة وتنوعا في مجالات الترفيه والرياضة والفنون سيتمكن الزوار من الاستمتاء بمجموعة متنوعة من الأنشطة عبر خمس ركائز أساسية مما يجعل من مشروع القدية عاصمة الترفيه والرياضة في المملكة سيضم أعزائي الطلبة مشروع القدية العديد من المتنزهات الترفيهية والمرافق الرياضية التي ستستضيف المسابقات الدولية وأكاديميات الرياضة والفنون ومضمار سباق لعشاق رياضة السيارات بالإضافة إلى الأنشطة الخارجية لمحبي المغامرة كما ستشمل القدية مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية والخدمات المجتمعية وستصبح القدية وجهة شباب المملكة ومزارا يمكنهم فيه الاستمتاع بمواهبهم وهواياتهم وإمكانياتهم لبناء مجتمع أكثر ازدهارا وتقدما في تقويمنا الختام لهذا اليوم أعزائي الطلبة اخترى الإجابة الصحيحة فيما يلي من أكثر العناصر الكيميائية التي تهدد المياه الجوفية بالتلوث البوتاسيوم الحديد الزرنيخ المغنيسيوم أحسنتم بارك الله فيكم الزرنيخ من أكثر العناصر الكيميائية التي تهدد المياه الجوفية بالتلوث رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي يبلغ عدد محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية 29 23 31 32 أحسنتم بارك الله فيكم الجواب هو 32 الخلاصة في المحافظة على المياه الجوفية هناك بعض التغيرات التي تحدث لموارد المياه الجوفية فتؤدي إلى ظهور قضايا بيئية منها انخفاض مستوى المياه الخسف والتلوث وزيادة نسبة الأملاح بها أيضا يستنزف الاستعمال الجائر موارد المياه مما يؤدي إلى انخفاض مستوىها ومن أكثر الأخطار التي تهدد المياه الجوفية تلوثها وخاصة الخزانات غير المحصورة شكرا لكم أعزائي الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته